موسيقى حياكم الله أعزائنا المشاهدين وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد في حلقة بيت القصيد لهذا الأسبوع معنا عبر الإنترنت من عمان الشاعر القدير الأستاذ إبراهيم الصوتي حيا الله أستاذ إبراهيم حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد حياكم الله أستاذ الكريم حياكم الله أستاذ مصطفي كيف الحال أستاذ مصطفيين شكرا جزيلا على هذه القرصة الطيبة حقيقة في انتظار النقاش معك الجميل التي سيكون كعادتك الطيبة والجميل الله يحفظك أستاذ إبراهيم طبعا كما تعلم تمر علينا هذه الأيام وكلها أيام تحمل نفحات الخير ألا وهي أيام ذكرى المولد النبوي الشريف ولهذه الذكرى في وجدان الكثير من أبناء الأمة الإسلامية لم يكن جميعهم الكثير من الأثر الطيب في مثل هذه الذكريات يكون للشاعر نظرة مختلفة نظرة مبعدية نظرة فيها الكثير من العمق هذه الذكرى كيف تحضر في وجدان إبراهيم الصوت والله هذه الذكرى قد مصالف أو قد مصالف أنا صعوبة مع هذه الذكرى في الكتابة شعريا حيث المكان العلي وصاحب المكان بحاجة للتعبير عن هذا الحب أو هذا الوفاة بهذا المكان العالي من هذا الشعر فأنا حقيقة كثير ما أجد صعوبة واجد صعوبة في وقع هذه المناسبة مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام عالي ويصعب على كبار الشعراء وعلى الكثير من المتلقين لذلك هذه المناسبة كلما جاءت كلما سنت ألسنت الشعراء وستدرجت قرائحهم ليجودوا بعذب الكلام قبل أن نستمع إلى قصائدك الجميلة ولغتك الانسيابية العذبة وما أعددت لنا من قصائد من المؤكد أنها مشرقة ممتلئة بروائح عطرية يعني تجلي بصيرة القلب والفؤاد قبل النظر أستاذ إبراهيم قبل كل هذا نريد أن تكلمنا قليلا عن إبراهيم الصوتي وسنوات عمره بشكل مختصر وعما ترجوه وتأمل أن تحققه تفضل حيات الله أستاذ الأفضل إبراهيم الصوتي الشاعر بدأ من أيام التراسة نعم الدنيا كانت كانت انتباط بالشعر نوعا ما استمتاع وتلزز بالقراءة لمختلف الشعرات نعم تطوير هذا الشب وهذا التلزز بالشعر إلى محاولات الكتاب حتى استمت الممارسة واستمر أي وضع ولله الحمد بشكل أفضل فمثل ما تقول تم اكتشاف الموهدة هذه أنها ربما موجودة ولكن تحتاج إلى تطوير تحتاج إلى شيء من هذا القبيل نعم ولله الحمد ولله الحمد أما ما نود أن نحققه فوالله ماذا أقول غير كتابة الشعر يعني أشبه باستقلاصنا في وتفريقها في داخل الكتابة أن نستمر في هذه الكتابة وأن نكون يعني قد وفين حق هذه اللغة اللغة العربية في الكتابة هذا من المؤكد أستاذ إبراهيم قبل أن نذب إلى أولى القصائد التي ستطربنا بها يعني دعني يعني أخوض معك هذا النقاش الشعر وكما تعلم يحب أن يجد ويلمس حب جمهوره ومن يتابعونه وينتظر منهم دائما أن يتعاملوا معه وفق مبدأ النية الحسنة لا أن يقعد له كل مرصد كيف تعلق على هذا والله الشعر حاله كحال أي إنسان في هذه الحياة بما أنه له طموح نعم ولديه رسالة فبالتأكيد ستكون هناك من المؤيدين نعم وهناك من المخالفين ولا يكن من أي نجاح إذا لم يكن تكون هناك صعوبات أن تتغلب عليها صحيح فهؤلاء المخالفون أكيد هم اللي راح يشكلوا هذه الصعوبات وعلى الشعر نبتازها يعني نعم وحقيقة يعني صادتنا كثير من المواقف اللي رفعت الشعر أو أسقطت صحيح هي هذه المناتشاف مع الجمهور أو مع الآخر المتلقي نعم حالنا يستقبل الجمهور أي قصية من هذا الشعر صحيح هناك من الجمهور وهناك أيضا من المستثقين فكيف يتعامل هو مع هذا إذا كان هو هدفه إرضاء هذا الجمهور ككل هدف يعني إذا كان هذا هو الهدف الأسمى فأنا في رأيي سيسقط حتما أما إذا كان هو هدفه الكتابة والقصيدة فما رح يؤثر هذا الموضوع نعم وتمر الجلد بش أي شكل من الأشكال بسنط بسنط حينما يضع كتابته أو حينما يسكم هذا القصيد على الورقة ويقرأها ويقرأ هو الوحيد الذي راح يشعر بطمعينه وبالراحة بغضب النظر هل تقتنع هل وافق الجمهور أم لا الآن نحن كلنا شوق إلى أولى القصائد التي ستفتتح بها هذه الحلقة من برنامجنا بيت القصيد أستاذ إبراهيم تفضل نريد أن نسمع إلقاءك الجميل للشار تفضل أستاذ إبراهيم حيات الله أستاذ الكريم قصيدة السيد الغياب طبعا هذه القصيدة كتبتها مدافعة عن الشار الشار العربي التصريح يوما وقد حضر الغياب وكأي صبح جاء يجتدت الخطى وكأي صبح تنحني كل القباب وأنا أدكت في ارتجاف الأرض تحتي في انتسار الغيب بين أصابعي وأنا أنا لا بريد لا سائر أتفيع الآيات في تكويني الأذل حتى صرت أجهل ما أود بأن أصير هي هكذا تتحطم الأقلام في دمنا وتنحرق السطور يوما وقد حضر الغياب وبكثه تتقلب الذكرى على جمر فلم تسأله كيف الناي في عينيه كان وأي ريح سلصر زرعته في أحشائنا قصبا يباب زرعته كالغرباء وردا في ضلوع الصخر يأتينا مريدا رافضا وجه الحقيقة قال للكلمات أن الأرض أجمل ما تكون على طريقتهم فريدة فاستفاقت شرفة حبنا بحب الصبح ترجع عن دليبا نحوها كي يضبط الإيقاء حول الشاي والكف التي حفرت سفور قفيدة وجزيرة أوراقها شعر ونسمتها رضاب لم ندر يوما إذ خطرنا فكرة في ذا لفجر ربما يوما سنوقج في شرالي السماء له الشموع اليوم صرنا ما استحلنا أن نكون بذات يوم ما الذي يقضى الله لا بحر طويل يتقن الترسيل في خصلاة فاطمة ولا بحر بطيق شاء يصبح في المسائد فاتري وملابسي وأنا أراها تترك التاريخ في جيدي وتتركني وحيبا في مقاهي الليل كي أتقمص الغرباء ما بين السكارة والسهارة أستلد القهوة السوداء كي تستل من العنطريات التي تنسب الأطلالا بأرصفة الرخام وفوق جزان الضجر مرضى وفي يدنا القلم أن نتكثار وما شعرنا بالألم مر الرصاص كغيمة ما بيننا وكأننا بين الرصاص حلفت مصابيح الشوارع حلفت مصابيح الشوارع أن تصب لثيبها لكننا ذاب الرصيف ولم تحس به القدم مر الزمان وكل آمال المداد وكل آمال المداد بأن يمر به الزمان يمر يسرق ليله أجفانه ليسدجوا على الأرض حيث الصمت قوت ليس يغني من عدم فيمر مطويا على ماضيه في يده رضيك من ضياء مثل ليل العاشق يطوف يسرق يا حفات يا أرات يا أنبياء الشعر يا رسل القصيدة يا لقد مات الكلام ومات في الكلمات مات الكلام ومات في الكلمات لا فضى فيك أو لا فضى فيك أستاذ إبراهيم ما شاء الله عليك أحسنت كثيراً عن القيم الحصنة والمثلة التي ينبغي أن يتأساها الشاعر ويؤسس لها في نصوصه حتى يسقيها عوام المتلقين حدثنا عن هذا عنه أستاذي القيم المثلة والعالية التي ينبغي أن يكون الشاعر رسولاً بها إلى عوام المتلقين والله أستاذ الكريم النغة من أول أو أولويات الأمور في الكتابة حيث أن النغة هوية هوية الشاعر وهوية العربي ككل فهذا يعني أنا أصلت عليه جميع الأرض مسألة اللغة وأن تكون مبدأ يحافظ عليها الشاعر والكاتب نعم ويبقيها يعني من أولوائل أو أولويات مشواره الأدبي في الكتابة حيث أنه لا يرقى إلا بها طبعاً هذا لا يتم إلا بسكتام التبحر في القراءة تنوع القراءة بهذا الشكل هو يستطيع أن يحافظ على اللغة بالفعل أستاذ إبراهيم بأعتقادك هل هناك مهمة تربوية أو أخلاقية ينبغي أن يعني ينبري إليها أو لها الشاعر حتى يعني يحسن من واقع المجتمع يحسن من ظروف المجتمع يحسن أو يرفع حالة الوعي لدى أبناء مجتمعه هل هذه المهمة من مهام الشاعر أيضاً أكيد الشاعر هو جزء من المجتمع نعم يؤثر ويتأثر الشاعر هو إنسان أكيد يجب عليها أن يتفاعل مع المجتمع يتفاعل هو مسؤول هو معين ويعال هو إذا كان هو يجب أن يكون شاعر صاحب رسالة المجتمع يجب أن يكون صاحب رسالة المجتمع وأن أقول على مرة أخرى مسألة اللغة على المثال ومساء الكثيرة ليس فقط اللغة فهو في المجتمع يتعامل مع الناس كيف يرقى بهم إلى اللغة العربية كيف يرقى بهم إلى الشعر إلى طعم الشعر إلى لذة الشعر الطيب كيف وطبعا أنت على دراية بمجتمعاتنا العربية كيف بدأت منذ زمن تبتعد قليلا نتحدث عن الدمهور نتحدث عن كيف بدأت كيف تتعرف قليلا أو ربما كثيرا لو أريد المبالغ عن الغهة العربية عن الغهة الأم عن هويتها فالشعر من الأولويات الاهتمامات يجب عليه أن يوصلها إلى المجتمع يجب عليها أن يأخذ وطبعا هذا الموضوع يبهي بلا نقاش يبهي هذا الموضوع بلا نقاش لكن أستاذ إبراهيم بعضهم يقول أن هناك حالة مقصودة أو محدودة من خلالها يعني بعض الشعراء ربما يسعى إلى الانسلاخ عن هويته الانسلاخ عن لغته الانسلاخ عن تاريخ مجتمعه ويحاول استيراد يعني لغة وتاريخ وأساطير لا تنتمي لبيئته ويحاول أن يسقطها في بيئته وأن يصبها في أذهان أبناء مجتمعه باعتقادك هل هذا يقوم به بعض الشعراء عن عبث أم أنه متقصد وهل يفيد اللغة ويفيد الشعر أستاذ الكريم لا نستطيع أن نقول هذا الموضوع مقصود أو متعامل ولكن من وجهة نظري أنا كشعر أكيد لدي الفكر الخاص لدي رغبة الخاصة فأنا يعني أجل على سبيل المثال يكون صحة فأنا هل سينجح هل سيكون موافقا للرسالة الأساسية التي يعني أهتم أهتمت بها الفطرة هل نحن هنا مهتمون بالشيء الأساسي باللغة العربية كما كنا يهمشون اللغة العربية أو أساسيات اللغة العربية ويعونون على الفاظ وعلى يدخلونها هلوة في قصيدة العربية الأصحى لا نقول هذا متعمد ولكن هو ربما يفكر في شيء جديد في التحديد فهل نجح هل لا ينجح الناس هذا يحدث الحكم للزمن الحكم للجمهور الحكم للمتذوقين أكيد إلى قصيدة جديدة نريد منك أن يعني تعقب على هذا إن كاننا ثم تتعقيب ومن ثم تأخذنا إلى نص جديد اتفضل عبد العوال فقط تعقب القصيدة عندما تخرج من الشاعر هي مجم الجمهور لا يستطيع يقول للجمهور أسكت أو لا يحق لك أن تتحدث أو أبدا خلص إذا أخرج القصيدة سواء في الديوان أو ألقاها ثم يصنب وليتلقى وأرى أن يأخذ الجيد الذي يراه جيد ويناسب لا نستطيع أن نحكم هل أستاذ مصطفى يعني هل هو صحيح فيما يريده أو مصطفى نحن لا نستطيع هو فيما يريده الشاعر يأخذ الجيد الذي يصلح في أهدافه والثالثة والخاصة ويتبت أنه غير قيل حتى لا يسكف كما سقط الكثيرين حينما استمعوا وأخذوا آراء الجمهور اللادئة التي تجلد ذات الشعر والذات والموهدة ففي النهاية تأثر بها وبدل أن يواصل مشوارة تراجع طبعا بشكل غير مباشر استجابة لي يعني على الشاعر أن يتابع رجع الصدى ويأخذ الفائدة من رجع الصدى هذا حتى يقوم تجربته ويحسنها ويطورها أعطنا قصيدة جديدة الآن أستاذ إبراهيم تفضل قصيدة معنوان حسنة وأدخنة تفضل ألقى حقائب ريفه وتمدنه وأتى يقول الشمس يبغي موطنه تفعيل كن في السطر شاين كلما يختار كوبا سكريا دندن أتى النادنون النادنون تأملوا نظراته وطن يعيش وجاءهم كي يبثم يتصفح الأبراج بل لا إصبعيه بغيقه بين الحضور الممكنة ويطالع الكرسية يقرأ صمته ويصيخ فيه شامتا ما أجبنه فبأي طاولة سيتطبح الندى ليعيد إقاع الندى ويدغوزنا كتب القصيدة حين شم مداده حد الصداء المر حتى أذمنه يتسول النسرين من قارورة يتسول النسرين من قارورة ملأت بها الذكرى جراح الأذمنة يتسول الكلمات حتى أنها تختار أقبحه وتترك أحسنة ويقول في أعماقه لو مر من حاجر تحول في تواني سوسنة حتى القصيدة حين مرت خمسة من قلبه سألت درام ما جنن حتى الشوارع حين داس رصيفها بردت فما تغني الجراح المسخنة حتى فياب الشام من أحضانه من لك فمن يا شئ بعض ليحضنه هو قال للأوراق إني سائر نارا فقالت أنت حفنة أدخل أنت حفنة أدخل ما أجمله من نص أستاذ إبراهيم حياك الله أكيد متوصلون معك لكن لابد من استراحة قصيرة الآن شهدين الكرام نخرج الآن وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل ابقوا معنا حياكم الله أعزائنا المشاهدين وما زلنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد ومعنا عبر الإنترنت الشاعر إبراهيم سوطي من عمان أستاذ إبراهيم لكل شاعر تعريفه الذاتي والخاص عن الوطن ما الذي يعنيه الوطن لإبراهيم السوطي الوطن 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 هو القصيدة والقصيدة على أي حال هي الوطن الوطن الحقيقة يعني أنا أحاول أن نتحدث أحبنا عن عوام نعم يعني ساهمت كثيراً في الكتابة في القرارة في السير بنفسك أن تأخذ بيدك كشاف لوحدك حتى يعني في هذا الوطن الذي يظن ساهمت ساهم هذا البلد في تنوى قضايا كثيرة نعم تحرض على الكتابة ساهم هذا البلد يعني في جماله حقيقة في جماله الطبيعي جداً جداً طبيعة سواء طبيعة الساحلية لها البحث سواء طبيعة التي يسكنها لها المخير المياه الوادي الأكلاج وسواء البعيد منها والقريبة يعني طيب فيما يخص عمان فيما يخص عمان بقصائد إبراهيم السوطي هل ترى أن إبراهيم كان وفياً لموطنه وباراً به من حيث الشار أم أنه لا يزال يبحث عن مزيد من البر وعن مزيد من محاولات استرضاء البلد الذي يحب يجب أن يكون هناك محاولة لتبحث عن المزيد حقيقة يعني لم نوقف هذا البلد لن نوفعنا في حقنا يعني الكثير والكثير في حقها أن نفعل هناك الكثير ما يجب علينا تقديمة الكتابة وحدها لا تكفي الكتابة وحدها لا تكفي وثم أن الكتابة الشاعر خصوصاً الشاعر هو يخرج ما في داخله هو يقول لهذا البلد شفهياً أنا أحبك ولكن هذا في نظري لا يكفي يعني هناك أكيد راح يكون هناك في المزيد من الشعالية حب الوطن يتجاوز الشعر إلى ما هو أبعد من الشعر ومن القصيدة نفسها نريد قصيدة جديدة الآن تكون عيداً لعمان وعيداً للأمة العربية والإسلامية وعيداً لنفسك اقرأ ما تحب أنت لا أريد أن أفرض عليك لوناً معيناً أو غرضاً خاصاً من أغراض الشعر تفضل أنا جهز ولكن بعيداً عنها تفضل لا بس لا تكفي تفضل ولا تساعد أهل ما هي أمان نعم أصف أحاسيسي فمانية مطرب على قدر ما حطت من الكحر أكتب تسرب ليل من ليالي شتائنا فهل فر من نجمات عينيك كوكوك يا سلام يرف بها شمس وغيم معلق ويلدى لها شرق ويقطر مضرب تملت شفاهي في التصريب كل ما رنت فجرت في داخلي منبع عزب فمسوك إبراهيم من أي بلدة من النخل والناري والروض أرحب ويكفي بعطر قنسويا لترتوي سواقية والشباك يحلم ويعشه أتحلم لعامان ما لم أعد ولم أجرب لضاحي وما أدت أرقب سقير علي الحلم في امرأة كما سقير على الناف في الحرب يغرب ولم تر أرواح جنوثتي دون ما نموت ونعرى في يديها ونسوه تقول المكاتب التواريخ قطعة لإسفلق منشان خطانة ستكتب ويكتب صوت المركبة يكتب ويكتب الزفير الذي صوب الرئات يصوب وراء أنت درب ضائرة أين من مرافع ما دمه الشواطئ يجب أنا مركب أبحث من غير راكب وبحر أنا خاون وما بي مركب وإي أنا ما أنا أنا ما أنا خذيك من ما أنا علي ألا يكفي بأني أعجب وأني بلا راعي ولا كنت راعيا ولا أخا لا أم لدي ولا أخو ما شاء الله عليك إبراهيم هذه الروح الممتلئة وجدانية طيبة شفيفة يعني تنتمي إلى يعني دعنا نقول إلى اللغة العالية اللغة التي ينصهر داخلها الشاعر ليعيد تشكيل ذاته وتشكيل نفسه بما ينسج مع الكل الإنساني فلا يبقى محدودا على مجتمع واحد وإنما يتسع قلبه للجميع أينما كانوا يتحدث بلغة الحب والإنسانية والخير والجمال هذه القيم ينبغي على الشعراء أن تحضر في نفوسهم فعلا لا قولا فقط الحب والخير والجمال بالتأكيد ينبغي أن تحضر فعليا هذا بالتأكيد ولكن يعني أحيانا للأسف الشديد الطبيعة الداخلية تظهر فما كان جميلا داخل سيبدو أكيد في الظاهر وسيبدو في الأفعال وما كان سيئا وإن حط عليها اللحاق والمطاع سيعبهم لأبوك أيضا نعم في مقابل هذه القيم العالية هناك للأسف أفات للأسف أفات مزعجة أستاذ إبراهيم الظلم الأحقاد الآلام يعني محاولة للأسف القسوة التي يعيشها الكثيرون الظروف الصعبة هذه كلها ما مهمة الشاعر في محاولات مسحها هل الشاعر هنا مهمة والله الشاعر يضل رسالة يضل رسالة رسالة لها ما لها وعليها ما عليها نعم ولكن نهاية لا نعود للشاعر ولكن نعود للشاعر الشاعر هو الذي يتفعل وحقيقة يعني على ذكر الخير والشاعر وعلى ذكر الأحداث وعلى ذكر هذا يجرنا تلقائيا يعني لواقعنا العربية نعم المؤسف يعني ولا أريد أن أقول مؤسف بجدية يعني ولكن يعني أنا أريد أن أقول أريد أن أقول سواء للشاعر أو لغير الشاعر هذه قد تكون ابتلاءات نعم على الصعيد الشخصي وأحداث تتقلب يعني فعلا لكن هذه المواجع ذاتها هذه المواجع كثير من الشعراء يعدونها وقودا لتجاربهم الشارية ومحفزا هل فعلا مثلا إبراهيم أسطي منطلقا من تجربته الخاصة الألم والوجع والحرمان والفقدان وكل هذه الأمور الصعبة هي التي تصهر فكرة الشعر فيك وتجعلك تنطلق وتكتب أم أن مشاعر الفرح ممكن أن تكون محرضة أيضا من غابة تحريض أستاذ الكريم الخير والشر والفرح والحزن ونحرضون جميعا الشعر ماذا أقول لك يعني لا يحتاج إلى الحزن فقط الشعر لا يحتاج إلى الحزن فقط يحتاج إلى الفرح أيضا أريد أن أقول أن الشعر قطعة مشاعر تتأثر بما حولها نعم الشعر يقام رضا على هنا أستحضر أستاذ الكريم دعني أستحضر هنا قصة روية كثيرا حقيقة أنا لمقابل هذا الشخص روماني معنا الشيخ الشاعر القمير جدا أبو سرورة الجامعي كان لمدة سنتين يعني ما كتب طفيلة هذا الرجل وفي يوم من الأيام نستمع استدعائه لمدوة في مصر على ما أظن أخبر أو مؤتمر وأخبر في الطائرة أن هناك مسابقة للشعرية فكل شاعر الذي يكتب الشاعر هو الشاعر يعني نريد هاي شاعر فالرجل تخيل لسنتين وبماذا كتب الطفيلة في هذا الموقف وهو الذي يعني مر عليه سنتين ما ما كتب شيء لفتت انتباهه قفلة تلعب في ممرض طائر فهنا أقول يعني فتخيل أنه بعد توقف لمدة سنتين كثت هذه القصيدة ويبرد ورأى هذه الطفلة وهي تلعب وحاصدت على المركز الأول ما شعر تخيل يعني جميل جدا فالشاعر يعني من وجهة نظري يعني هو ذلك أن يتأثر سواء بالفرحة أو بالحجر يجب أن يتأثر أحسنت كثيرا أستاذ إبراهيم أحسنت كثيرا أستاذ الكريم اسمح لي فضل إداية سؤالك الثاني بفكرة هناك شعرات وللأسف ما هم بشعرات هم ربما يتخذونها مهنة الشعب مهنة يستفيدون منها نعم فهم بالفعل المنتفعون موجودون في كل مجال أكيد الله فأنا من وجهة نظري هذه ليست من الإنسان وإطلاقا أحسنت كثيرا وإن كان هو يستفيد لا نختلف هو راح يستفيد يجني يعني كل واحد يريد من حياته راح يسعى ويحصل عليه كلهم يبحثوا عن الفائدة التي يستحقها وحتما سيصل الكل إلى ما يستحقه ويجني يعني نتيجة ما قدمته يداه سنتواصل وما زلنا متواصلين معك أستاذ إبراهيم لكن لابد من فاصل قصير الآن مشاهدين الكرام نخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل أهلا بكم وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد ومعنا عبر الإنترنت من سلطنة عمان الشعر إبراهيم الصوتي إلى الشعر مباشرة أستاذ إبراهيم تفضل أستاذ الكريم مرضت يوم بالأيان بموقف نعم طبعا الشديد الفروق التي شردت من أخواننا أشقائنا في اليمن وفي الشام كثر وجودهم طبعا معنا فالكرامات أبناء الكرامات حقيقة يعني استعوا أن لا نقلل من شامهم ومن شام بلادهم فوجدوا طريقة مفترمة للكسب بدل من التسول فيأتيك بغرض يقول لك اشتري فطبعا أنت تشعر أنك راح تعمل أجرين هنا نعم أنك تشتري وتسيله وأنك تعتبرها صدقة لوجه الله لرجل أو لطفل لطفل يعني أبعدت هذه الظروف القاسية عن أهلك فحقيقة كان يوم أيام كثيرا ما نشاهد هذه المواقف وتتعاطف والله حتى يعني ما تريد فضلي أسمعنا ما تريد أن نسمع فقد سبت القصيدة على السريع استألته كان أين أم فقال أبو أبو ما يعني في سوريا ما يقدر يجي يشوفنا ولا نحن نقدر يشوف نروح حقيقة أو جعل هذا الموقف سبحان الله ماذا قلت فيه كثيرا فقلت من الشارع المر مشواره من الضوء تنضحه ناره ومن عازف قطعت لوتتين وآخر شريان أوتاره من الشارع المر مشواره من جديد من الضوء من الشارع المر مشواره من الضوء تنضحه ناره يا سلام ومن عازف قطعت نوتتين وآخر شريان أوتاره ومن نجمة خدأ خلسة عن صد البحر ما قال بحاره ومن قمر مج من مشيقين فيبقى أفق وأطماره إلى نازح أخطأ الحب سهوا ومن بني موتين يختاره فيلقفه دون قصد رصيف ويلفضه عامجا داره على بعد مقهى بلا أي مقهى ولا خمر يسكه خماره خطاه على مسقط باردات وفي الشام تكويه آثاره قبيص بدفع المعاسم يمد فتفتح أزراره بعلمي لا حزن لا فرحة تحارب عينيه أقداره وكان اسمه لا يقال اتقاء تدوب من الفجر أنواره وإن اسمه أحرف من سواق وسر حماه وأوكاره وإن اسمه أنجم وسمير أضاع الفرائط سماره أضاع معزاد بوصلتين فضاع من الدرب مشواره قد ازداد من فسحة الموت خوفا تضيق على العيش أسواره أقول بكم قال مؤلمة كما تؤلم البحر أسراره يا الله لأجل أبي أقول بكم قال مؤلمة كما تؤلم البحر أسراره لأجل أبي خذ أساه يطير ويعفو ويرضيه غفاره يذوب من صلبه الدهر ماء يذوب من صلبه الدهر ماء فيشرب بيك وأحجاره ويلدى شعام إذا ما تلاقت يداه شتاء وأزهاره بخور وكان يبيع بخوره حاجة كذا يعلقوها كالسيام بقول علاقة المركبات ريال لكي تنصف ناره وترجع لينة رجله وترجع تلمع أبطاره ويرجع حيا إلى داره وأن لا تموت به داره أبي كان يجهش ما أدت أدري إلى الآن ما هي أخبارك يا الله يا سلام يا سلام ما أجملك أستاذ إبراهيم يعني هذه المشاعر بقدر ما هي حزينة بقدر ما هو نص يبعث على الكثير من الإصرار على انتزاء الحياة من بين يعني شدقي الأفاعي رغم كل الأخطار على الإنسان أن يثابر أن يواصل أن يحقق ذاته وأن لا يفقد الأمل نحن نعيش على قيد الأمل أستاذ إبراهيم ولو لا هذا الأمل لما تحققتها الكثير من القصائد العذبة ولما وجد الناس فيها أنفسهم نحن بلا أمل يعني يواجه الكثير من الصعوبات في الحياة يواجه كثير من الأخطاقات من السقوطات ولولا الأمل لما نحض ولما وحض أحسنت كثيرا عن بواعث الإبداع في تجربة إبراهيم أسوتي البواعث المحرضات حدثني عن أكثر ما يحرضك عادة حتى تكتب مصر جديد الأماكن الأماكن التي ارتبطت بداخلنا أو بداخلي عادة البلد المكان المكان الذي ترعب فيه مكان اللكريات يا سلام مكان الطفولة هذا أيضا أيضا المواقف الجميلة والمواقف أيضا لا أقوله قبيحة ولكن أقول المؤلية للنفس أو للقلب نعم هذا كله يحرض للكتاب ويحرم يعني شخصيا للكتاب نرجو لك أن تتواصل بواعث الإبداع حولك والله يعني تنفض من بين يديك حتى يتواصل هذا الإبداع نريد قصيدة تكون مسك ختام القصيدة التي تحب أن تختم بها هذه الحلقة من بيت القصيد تفضل أستاذ إبراهيم حقيقة الله أستاذ الكريم استمح لي أنا خلق قليلا فيما أريد أن أقرأ لا بأس نحن وصلنا أو شكنا أو شك الوقت وإدركنا لذلك نريد منك قصيدة خفيفة لطيفة ككل قصائدك تكون مسك ختام لهذه الحلقة تفضل طيب أربما هذه القصيدة تفضل أنا أستاذ الكريم راح أرقي مقاطر من قصيدة لا بأس تفضل طويلة قصيدة هي مرتاح من أبي رحمة الله هذا المساء هذا المساء قصيدة مرتية لأبي وآلامي ازعاد أنا لا أجهد طريقة أنطي مكاتب المراسل الآن لكني جمي حرف تخسر من أسنجاني وشرياني مداد هذا المساء صداع آلام السنين النخل يجهش والحشائش والندى والياسمين هذا المساء يقول أن الموت كان يسير نحوني يا أبي لكن تجاوزني فحتى الموت لا يختار إلا الطيبين يا الله هذا المساء هذا المساء طريقة لرحيلنا هذا المساء طريقة أخرى لما بعد الرحيل من أين تبتدئ القطاع كذب الجميع خرائط التأويل وأنا أنادي يا نصال الآهف النحر ارتويت ومرتويت وكل قطرة دمعته ستجف يوما كل حزن سيغلق بابه يوما وينتحر النخيل وأنا أنادي يا لمر العيش وأنا أنادي يا شوارع ضلي على صدري وغطي يا تراويح المواجر كعب رصيفك من بطاع والتبار هذه كعبت منارات الجوانع الغيم ينطر بالأغاني والأماني غير أن الصبح يلهت من ضمان والليل جاء أمشي هناك ومرخيا رأسي بصدر مجرة ما كنت متكئا على جبل تغطيني من الغيم الرماديات منتعلا جميع شوارع الآفاق سيرا يا أبي هذا المعدد شارع هذا الممهد شارع هذه البنايات الزبيعة والمنعات الرفيعة في المدى والأنجم الثلجية الملساء والقمر المرصع بالندى والزامع من بعد وجهك يا أبي هذا خيال ضائع يا الله يكفي بهذا رحمة الله عليه وأسأل الله أن يديم عليك نعمة أحبابك وعلى كل المشاهدين الكرام وعلينا أستاذ إبراهيم في ختام هذه الحلقة إبراهيم الصوتي الشاعر العماني ماذا تحب أن تقول تفضل أحب أن أشكرك أستاذ الكريم وأشكر هذه القناة الصيبة وأشكركم على الدعوة الكريمة أسلم هذا واجبنا من أعماق القلب أتمنى لكم الاستمرار إلى ما لا نهاية في الاهتمام بالشاعر واللغة بإحضار الشاعر وإعطاءه لمايكروفون حتى يتكلم ويتحدث عن الشاعر يستحق الشاعر الحقيقة والشاعر الفصيحة اللغة العربية تستحق أكثر من هذا وطبعا هذا ليس غريبا عليكم إطلاقا ليس غريبا عليكم هذا المساء الكريم شكرا شكرا جزيلا لك سعدنا بك كثيرا أستاذ إبراهيم السوطي الشاعر العماني المبدع وإن شاء الله نلتقي بفرص أجمل من هذه لا تخلو من الشاعر والبلاغة العالية شاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد في الأسبوع المقبل وحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة الشاعر آخر وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمانيات دائما وأبدا كنوا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر